اشتركوا في القناة اجتماعية بتنظيم حملة تحمل عنوان اول شيء سافعله بعد سقوط الاسد تكاد الصفحات والسطور لا تتسع لامنياتهم واحلامهم فهو اليوم الموعود الذي حلم به منذ عقود وها هم يحلمون بماذا سيفعلون عندما يأتي اول شيء سافعله بعد سقوط الاسد سؤال كثرت اجاباته واكثرها وقعا وتأثيرا كان كلمة واحدة اختصرت سنوات من تضييق الخناق على السوريين وكم الافواه وهي سأتنفس اجوبة كثيرة تنوعت بين الساخرة والجدية اذ في وقت اراد فيه البعض العودة الى احضان الوطن وزيارة درعة واضرحة الشهداء وبناء تمثال لمحمد بوعزيزي مفجر الثورة التونسية كان هناك ردود بان اول شيء سيفعلونه بعد سقوط نظام الاسد الدموي هو الكشف عن هويتهم الحقيقية على مواقع التواصل الاجتماعية وعدم التخفي وراء اسماء مستعارة خوفا من بطش المخابرات السورية والاعتقال ومنهم من اراد وببساطة الزواج واقامة ولائم عشاء للاصدقاء على شرف سقوط نظام الاسد فيما كتب احدهم انه سيجمع ابواق النظام طالب ابراهيم وشريف شحادي على قناة الدنيا لمعرفة من منهم يكره النظام المخلوع اكثر مع تخصيص جائزة كبيرة للرابح وغيرها الكثير من التعليقات التي طال بعضها وزير الخارجية وليد المعلم وتصريحاته بعيدا عن السخرية ونظرا للكم الهائل من الذكريات البشعة التي خلفها النظام السوري وآلة قمعه في ذاكرة السوريين على مدى اربعة عقود كتبت احدى الناشطات ان اول شيء ستفعله بعد سقوط الاسد هو زيارة المعتقلات وفتح السجون ليخرج منها المعتقلون ومن ثم ستحرق هذه الامكنة للقضاء على ذكرياتها القاتمة ويعتبر موقع تويتر حاليا الملجأ للناشطين السوريين بعد المراقبة الامنية الشديدة التي يفرضها النظام السوري على موقع الفيسبوك ابداع يليه آخر عودنا عليه السوريون خلال ثورتهم وليس آخره هذه الحملة الحالمة بمستقبل واعد قريب يقول فيه السوري كلمة الحق دون خوف ويدس فيه على أربعة عقود مظلمة أملا بفجر ساطعا حر الله أكبر حرية الله أكبر حرية اشتركوا في القناة